للمزيد ينضم إلينا من لوساكا عاصمة زانبيا موفدة اكتش نيوز دانا متحد دانا أنا برحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية المزيد من التفاصيل والجديد لديك بالطبع دانا تفضلي أهلا بك ندا أهلا بك دعاء اليوم هو اليوم الثاني لبدء فعاليات الجلسات التفاعلية والتحضيرية لقمة الكوميسا سوق المشتركة للشرق وجنوب القرى الإفريقية اليوم الآن بدأ الجرسة الأولى وهي طبعا تتحدث عن الحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وموضوع النقاش هو تعزيز سلاسل القيمة الأقلمية في الكوميسا وبناء القدرات للمنتجين سيتلوها بعدها أيضا الحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن موضوع النقاش سيكون مختلف لأنه سيتمحور حول تعزيز تجارة الأغذية الأقلمية في الكوميسا ومعالجة فجوة فرصة الاستفادة في الأسواق ما بين الدول الأفريقية الأعضاء في الكوميسا الجلسة الأخيرة ندا ستكون عن بائدة مستديرة رئاسية لتعجيل التعافي من جائحة كورونا ما بين الدول الأعضاء من خلال الاستثمار الأخضر ومن خلال أيضا قطاع السياحة وقطاع التجارة والأعمال ندا بالأمس كان هناك أيضا جلسة مهمة جدا وهي لوزراء خارجات كل الدول الأعضاء في الكوميسا تحدثوا عن مسألة مهمة جدا عن مسألة تعزيز السلم والأمن قبل حتى تعزيز التجارة والاتحاد الجمركي لذلك من خلال عملنا عدد من اللقاءات مع المسؤولين الأفارقة وكان هناك إجماع عن أن قضية السودان هي القضية التي تشغل كل الدول الأفريقية ودول الأقليم لأنها تؤثر بأتالي على مسألة السلم والأمن بالنسبة لكل الدول الأعضاء والدول الأفريقية لذلك لا يمكن تحقيق تكامل اقتصادي أو تنمية في القارة الأفريقية من دون التأكيد على مسألة نشر السلم والأمن في المنطقة وفي القارة الأفريقية اليوم سيتم أيضا منقشة عدد من الأمور تتمركز وتتمحور حول عدد من النقاط منها مسألة التكامل الصناعي وزيادة الإنتاج الزراعي وحتى الأمن الغذائي سيكون هناك أيضا جلسات من خلال على مدار اليوم يتم الحديث كمان عن مسألة البنية التحتية والوجستية وكما تعلمين ندى الحقيقة أن حتى دولة مصرية في رئاستها الماضية للكميسا كانت تهتم بهذه النقطة وبهذا الهدف من أولويات الكميسا مسألة البنية التحتية والوجستية لذلك عملت على تحسين إدارة وسائل النقل والمواصلات والكهرباء بشكل قوي وبشكل كبير وتأكدت على نقطة مهمة وهي مسألة تيسير سهولة تنقلات سواء الأفراد أو حتى البضائع والخدمات ما بين كل الدول الأفريقية ليس فقط حتى الدول الأعضاء في الكميسا من ضمن النقاط التي تم منقشتها اليوم حتى كمان بالأمس مسألة التركيز على الفوائد والمميزات الإيجابية التي تعود على مواطني الكميسا وحتى على الأعضاء في الكميسا منها مسألة أنها مؤامة سياسات نقضية ومصرفية ومالية تكون أكثر تناسقا وحتى بنية تحتية تكون أكثر موثوقية في هذا التوقيت هذا كل ما لدي الآن ندا سنوى فيكم بكل ما هو جديد على مدار الساعات القادمة أشكرك ندا نعم أنا بشكرك جزيل الشكر الزميلة دانا متحة موفدة أكسرينيوز من زامبيا وتحديدا من لوساكا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر